السلام عليكم و اهلا وسهلا بحضراتكم ان شاء الله تكونوا خيروا بافضل حال الحقيقة ان انا كنت عرضت فيديو نهاردة صباحا او الظهر بالضبط عن طفان الاقصى بعد عام وانا مش برجع في كلامي خالص ولكن حسيت ان الكلام اتفهم بشكل غضط وده اللي خلاني ان انا اخلي الفيديو انه هو محجوب لان انا لقيت بعض من حضراتكم انه هو اساء فهمي او اساء كلامي رغم ان انا عندي راسيب كافي من الفيديوهات اليومية اللي بتكلم فيها دايما عن المقاومة سواء الفلسطينية او سواء في الجنوب اللبناني مش عيب ان الواحد يغلط لكن عيب ان الواحد يتمادى في الغلط ورغم كده انا بتكلم بكل شجاعة ادبية الفيديو ان كان البعض من حضراتكم لازال هو عنده او ان هو حفظه فانا كان كلامي ما بيتناولش اي حاجة غير اني بوضح بعض الامور عموما خلينا كده نتكلم النهاردة ابو عبيدة تحدث عن بعد مرور عام عن طفان الاقصى وسماها بعملية الكوماندوس عملية طفان الاقصى واتكلم ابو عبيدة النهاردة وصرح بان العملية اتنفزت باحترافية عالية وتحدث هنا لاول مرة بتتكلم حماس عن سبب عملية طفان الاقصى لم يتحدثوا من قبل قبل كده عن السبب اللي اتكلم فيه وقال ان احنا نجحنا في تنفيذ عملية استباقية وان كانت بالفعل اسرائيل كانت بتخطط للقضاء على المقاومة الفلسطينية والبنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وتكلم ابو عبيدة عن صمود الشعب الفلسطيني الشعب الابي اللي مستحمل كل اللي جراله ده على مدار عام امام مرأة ومسمع من دول العالم كلها ما كانش فيه غير التنديد وبالكتير جدا المساعدات الانسانية وعلى مدار السنة اللي احنا كنا فيها دي استوشت ابتر من اتنين واربعين الف شهيد فلسطيني اذا النهاردة ابو عبيدة كان بيتحدث على ان لازلنا صامدون لازال عندنا القدرة على المقاومة وحاجة تانية كمان ان اسرائيل بنفسها بتعترف ان لسه حماس لحد دلوقتي لديهم برضو السواريخ والدليل ان النهاردة ما فعلته حماس بانها ضرب تشاقات صاروخية على قلب تل ابيب بس مش هينفع ان انا اعرض لحضراتكم اي مشاهد سامحوني لان فيه يعني السياسات علينا الفترة دي فاللي عايز اقول لحضراتكم ان النهاردة حماس رغم كل الضرب اللي اتضربته في فلسطين في كل حتة بعد كل الاجتيحات البرية بعد القصف الجوي المدعوم من امريكا بقنابل خارقة للتحصينات سواء لغزة او اللي بتنزل على الجنوب اللبنائي او في الضحر الجنوبية لبيروت ما هي دي بفضل مين بفضل امريكا هي اللي بتدلهم كل هذه وتنكى القنابل بعد كل ده لا يمكن حد يتخيل ان لسه حماس عندها السواريخ ولكن النهاردة حماس بتعلن مبارح كان فيه عملية معمولة من كتائب القسام والنهاردة برضو حماس بتطلق السواريخ على قلب التل ابيب وبتقول نحن لازمنا صامدون ولازمنا متواجدون بعض الناس ممكن معجبهاش الكلام ده وبعض الناس ممكن تقولي اخي بقى كفاية شعارات رنانة مش كده طيب اسمحولي اقول لحضراتكم لو دي شعارات رنانة ما كانش فيه دول كتيرة نجحت فيه الهروب او التحرر من الاستعمار خلينا اسكر لحضراتكم كده الثورة الجزائرية اللي استشهد فيها ما يقرب من مليون ونص شهيد بكلم حضراتكم في مليون ونص شهيد دولة وشعب قعدوا سنين الثورة الجزائرية ما كانتش سنة ولا تنين دي كانت سنوات بل مش الجزائر وبس دي احنا عندنا في افريقيا كمان موزنبيك يعني انا بكلم حضرتك ادي احتلال ايه فرنسي الدق فرنسا اللي بتتكلم عن الحريات وعن وعن النهاردة كان عندنا فيه موزنبيك موزنبيك في الستينات والسبعينات لما حصل عندها التحرر من الاستعمار البرتغالي البرتغالين ما اكتفوش بس من قتلهم للشعب الموزنبيك بمئتين تلتمائة الف بني ادم بل ان البرتغال ضمروا لهم البنية التحتية يعني ان هم بقى لما حبوا ان هم يسيبوا لهم موزنبيك جابوها لهم على الارض تماما ورغم كده عاشوا بعزة نفسه بكرامة وكانوا مرفوعين الراس نعيش كده هوت ان شاء الله على ارض كلها حجرة وردم وعايشين بكرامتنا هنا بقى اللهجة وهنا اللي بيعرف معنا الاحساس بالتحرر في فيتنام فيتنام كانت تحت الاستعمار الفرنسي وتحت الاستعمار الامريكي وفيتنام دخلت الحرب حضراتكم قتلة في حرب فيتنام ما يقرب من ثلاثة مليون بني ادم وفيه حوالي اتنين مليون فرد اصابات ومفقودين خمسة مليون تخيلوا تحت الاستعمار عشان يتحرروا ايضا من الاستعمار الفرنسي والامريكي عندنا ليبيا ليبيا اللي قتل فيها واستوشد ما يقرب من مية وعشرين الف اقل تقديرات من الاستعمار الايطالي ده غير معسكرات اللي اعتقالات اللي مات فيها ما يقرب من تمانين الف بتكلم حضراتكم على الدول اللي النهاردة بتتشدق بالشريات وبتتكلم عن حقوق الانسان وهي اللي كانت مستعمارة وهي اللي ابادت الملايين وهي نفس الدول النهاردة الداعمة الى اسرائيل في حرب الابادة بتاعتها على غزة وعلى الجنوب اللبناني فالنهاردة اللي بيتكلموا وبيتحدثوا على ان اللي حصل ده ما جاب لناش غير الضمار ولا جاب لنا غير الخراب دي ناس بتدفع على قضيتها ناس بتدفع عن حقوقها اقل الحقوق البني ادم ايه انه يعيش حر انه هو يعيش حر امريكا يعني انا مش قادر افهم ويرجعوا يتكلموا على ان احنا بندفع عن دول ومن ارهابين هل النهاردة اصبحت المقاومة للتحرر من الاستعمار بتعتبر ارهاب هو هنا علامة الاستفاهم الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه ده نبص على الخبر فيه اهو على حيفة رشقات صاروخية على كريات شمونة وعلى حيفة جاية من الجنوب اللبناني ده بالاضافة كمان ان احنا لزالت المقاومة انه ارضا كان فيه كتاة البري برضو حصل على الجنوب اللبناني واعلنت اسرائيل انه ارضا مقتل تاني جندي اللي هو انه ارضا من الجيش الاسرائيلي ده عندنا كمان الرشقات الصاروخية اللي برضو الجنوب اللبناني مش النهاردة بس مساء ولكن النهاردة في الظاهرة برضو الجنوب اللبناني بقى ضرب رشقات صاروخية على اسرائيل الحرب دايرة بشكل كبير نيجي بقى على موضوع ايران وحزب الله بشكل اكتر هاشم صفية دين لحد اللحظة دي اسرائيل بتعلن انها مش متأكدة من مقتله خالص وقلت لحضراتكم ام لكده ان من الوارد ما بقولش اكيد انه يكون هاشم صفية دين هو وقادلت الحرس الثوري الايراني زي قاني اسماعيل قاني اللي الناس ايران بتقول والله هو بخير وموجود في ايران وفيه ناس تانية بتقول لا ده هو جي لبنان ومن ساعة ما جي لبنان وهو ممقطع به فاحنا عشان نعرف مصير اسماعيل قاني لازم نعرف مصير حنعرف منه مصير هاشم صفية دين اللي اتنين نزلوا تحت الارض دي معلومة مؤكدة اللي معلومة اللي بقى مش معروفة لحد الوقت دي هل هم مشوا او نزلوا وفي نفق تحت الارض تلعوا منه على حتة تانية وهم كانوا عاملين واعدين العدة دي علشان يوئموا الكل بمقتلهم ولا هل فعلا هم اخطأوا نفس الخطأ الكبير اللي عملوا حسن نصر الله لما برضو هو مجموعة من قادة حزب الله ومن الحرس الثوري الايراني نزلوا وتضربوا هي دي النقطة لحد الوقت ما حدش عارف مصرهم ايه لحد الوقت اللي بسجل لحضراتكم فيه شار فيه وعاد الناس تقول لي ها ده هو ازا ده لسم الخبر حضرتك يعني اعلن والفيديو ويتمنتش انا طب انا اعمل ايه المهم ده كده جانب الجانب التاني بقى ايران طبعا بتستعد استعدات كبير جدا الى طلاقة ضرباء من اسرائيل وبيطلع عندنا خبر غريب من قائد الحرس الثوري الايراني قال والله احنا كده كده هنرد بس مش لازم نرد مباشرة احنا تعلمنا من خامني ان احنا لا نكون متسرعين في الرد ولا متأخرين في الرد وانا ببتاريقش على فكرة يعني هو بيقول يا جماعة لو احنا ضربنا ما تنتظروش مثلا الطيارات الاسرائيلية وهي رجعة السعريخ بتاعتنا هتبقى سبقاها لأ هو بيقول احنا ممكن ناخد وقتنا شوية يعني معنا كده ان مش هنقول ان ايران بتقول احنا مش هنرد خلينا ان احنا نكون اكثر واقعية ونقول ان ساعتها ايران هتدرس الرد ولكن كان فيه تصريحات تانية سابقة في اليومين اللي فاتوا بيقول احنا هنرد رد فوري وحنرد رد سريع ازا حضراتكم من النهاردة الخلاصة ان اسرائيل طيحة في المنطقة كلها من ناحية دي ومن ناحية دي ومن ناحية دي ولكن نما نيجي نستعرض الخريطة من هنا ده السؤال اللي برضو بيفرض نفسه ادي الخريطة امام حضراتكم هنا عندنا فيه اكتر من دولة علشان اسرائيل انها تتوغل الى وتوصل الى ايران لازم انها تختارق احدى الدول اللي امام حضراتكم في الخريطة دي هل هي اتفقت مع دولة من الدول المفترضة الدول العربية على اختراق اجوائها وان هي تمشي فوق اجوائها علشان تضرب ايران اعتقد ان بعض الدول من غير مقول مسميات رغم ان بعض الدول ما هياش علاقتها بايران لطيفة بل ان العلاقة كمان مش حلوة ولكن في نفس الوقت حيتحسبه بدل المرة مئة مرة على مدى تعقيد انه هما ممكن او العواقب اللي بعد كده تحصل انه هما يوفوا على استخدام اجوائهم هل ايران هتسيب اي دولة وتسمح اي دولة سمحت بانتهاج اجوائها هنده هيحصل وهل الدول اللي قبل كده لما اعترضت السواريخ الايرانية والمسيارات الايرانية في شهر ابريل واستخدمت الدفاعات الجوية لضربها وقالت ان احنا سمقنا مش عبارة عن ممر وصاحة حرب ما بين الدول والدول دي استخدمت انظمة الدفاع الجوي بتاعتها لاسقاط السواريخ والمسيارات هل المرة اللي فاتت كلمتي مش هتنزل لكن المرة دي برضو هتنزل ده اللي احنا هنشوفه في الايام اللي جاية واشكركوا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم من الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة